بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الدروس الحديثية في شقها التفاعلي حلقات تتواصل مع حضراتكم مستنيرة بهدي السادة العلماء وإرشاداتهم وتوجيهاتهم فيما يتعلق بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن دائما في انتظاركم عبر رقمنا الهاتف 05-37-68-51-60 أو عبر البريد الإلكتروني دروس نقطة حديثية أروباسكي سينيرتين نقطة إمآ فمرحبا بكم وسعداء أن نلتقي اليوم بفضيلة الدكتور سيد عبد الحاق إيدير أستاذنا الفاضل أنتم رئيس المجدس العلمي المحلي لإقليم إفران وأستاذ التعليم العالي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية فاسيس بمدينة فاس مرحبا بكم من جديد أهلا والسلام أستاذنا الفاضل هذه الأحاديث التي نتحرى الصحيحة منها وتتحرونه لتقدمونه لسادة الأفاضل صفيا نقيا هل هذا الصحيح على مرتبة واحدة فضيلة أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين الصفاء وبعد الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في مرتبة واحدة فمنها ما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما كان ضعيفا نسبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومنها ما وضع واختلق كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تقسيم ولكن الصحيح في ذاته أل هو على مرتبة واحدة؟ وبناء على هذا يعني الصحيح ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب كما بيّن أهل الحديث هذه المراتب تتلخص في سبعة مراتب فالمرتبة الأولى ما اتفق على إخراجه الشيخان المرتبة الأولى الأولى وهي المرتبة الأعلى ثم ما انفرض به الإمام البخاري ثم ما انفرض به الإمام مسلم إذن ما اتفق عليه الشيخان نقصد الإمام مسلم والإمام البخاري البخاري والإمام مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه هذا الرابع ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما أخرجه غيرهما من الأئمة إذن سبعة مراتب للحديث الصحيح هذا عند المحدثين وهذا الترتيب لا يجري على أصول الفقهاء كما نص الحافظ العراقي ونص ابن دقيق العيد في الاقتراح بطبيعة الحال لكن معنى ذلك أن للمحدثين أصول في التصحيح والتضعيف وللفقهاء أصولهم في التصحيح والتضعيف قد يشتريكون في بعضها وقد يختلفون في بعضها إذن فلكن عند المحدثين ونحن بصدر الحديث عن مراتب الحديث الصحيح عند المحدثين فهم الاعتماد هنا الاعتماد هنا على المحدثين في هذا المجال لكن هذا لا يعني أنه لا بد من وصل الفجوة بين المحدثين يعني والفقهاء وهذا قد يعني دعا إليه غير واحد من العلماء وصنفت فيه كتب يعني حاولت أن تصل هذه الفجوة التي بين الفقهاء والمحدثين هل لهذا الترتيب فضلت الأستاذ من حكمة عند العلماء؟ بطبيعة الحالة ليس يعني ما اتفق على إخراج الشيخان أو أخرجه الجماعة كغيره يعني كالذي انفرض به الإيمان البخاري وإن كان الإيمان البخاري يعني في الجلالة ويعني الكفاءة العلمية يعني ما يعني يعلمه الجميع لكن بالنسبة الفائدة العلمية الفائدة العلمية يعني تظهر عند التعارض والترجيح عندما تتعارض عندك الحاديث فلابد من ضوابط وقواعد يجب تحكيمها في هذه المسألة ها هنا يعني تظهر ثمرة يعني هذا العلم فإذا كان الحديث متفقا عليه قدمناه على غيره يعني إذا كان حديثا متفقا عليه تعارض مع غيره غير متفق مع غيره نقدم المتفق عليه على غيره وهكذا إذن فتظهر ثمرة في هذا المجال ثم ثمرة أخرى وهي أن النفس تكون مطمئنة والقلب ساكنا إلى ما كان في الدرجة العليا من الصحة وعلو الدرجة يعني فيما يخص عدالة الرواد وضبطهم يعني وغير ذاتها من الشروط التي اشترطها أهل الحديث هناك مصطلحات أخرى يعني انفرد بها بعض الأئمة يستشكلها بعض الناس بعض المتتبعين لمصطلح الحديث مثل ما يذكره الإمام الترمذي مثلا في الصحيح صحيح حسن صحيح وحسن صحيح غريب مثلا ماذا تقولون في هذه هذه لأهل الحديث مصطلحات كثيرة جدا فمن هذه المصطلحات ما عرف به الإمام الجهب ذن حرير أبو عيسى التلميدي حيث كان يجمع حيث كان يجمع بين الصحة والحسن ونحن نعلم بأن الصحة أو الحديث الصحيح فوق الحديث الحسن فالجمع بينهما يعني فيه نوع من الإشكال فيه سؤال فيه سؤال فلذلك يعني العلماء أجابوا عن هذا الإشكال فيعني الإمام التلميدي عندما يقول حديث صحيح حسن فهو يعني يريد أن يقول حسب يعني تأويل العلماء وبيان العلماء أن هذا الحديث صحيح عنده هو بنفسه لم يبين ذلك يعني يظهر ذلك من صنيعه من تتبع الأحاديث من استقراء الأحاديث يعني يظهر صانع الإمام التلميدي فكأنه يقول بأن هذا الحديث الذي قيل فيه حديث صحيح حسن أو حسن صحيح يعني هو صحيح عند قوم وحسن عند الآخرين وحسن عند الآخرين فكان الأولى أن يقول حسن أو صحيح فعندما حذف هذا الحرف فوقع هذا الإشكال فهو صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد آخر وهو من الدقة العلمية والأمانة العلمية يعني أراد أن يبين هذا الأمر فقال فيه حسن صحيح إذن فهو جمع بين شروط الصحيح ويعني بين شروط الحسن فهو على التحالة يعني حديث صحيح إذا كنت صحيحاً فمن بابه أولاً يحتجبه وفي بعض أحيان قد يقول حسن صحيح غريب يستشكل الناس يعني هذا المصطلح غريب وهناك من يخطئ في تفسيره فيظن أن الغريبة هو الضعيف وليس يعني كمان يعرفوا الغريب الغريب فالغرابة ليست يعني الغرابة حكم بتفرد الراوي حكم بتفرد الراوي وقل الغريب كما قال صاحب المنظومة البيقونية وقل الغريب ما راوى راوي فقط إذن فالغرابة يعني حكم بتفرد الراوي هذا الراوي قد يكون من أهل يعني عدلاً ضابطاً فيكون حديثه صحيحاً وهذا الراوي إذا خف ضبطه يكون حديثه حسناً إذن فالغرابة يريد أن يقول لك بأنه قد تفرد به راوي إذا كان عدلاً تاماً الضبط فهو صحيح وإذا كان خفيف الضبط فهو حديث حسن غريب إذن هذا معناه حديث حسن غريب حديث حسن غريب أو يعني صحيح غريب أو حسن صحيح حسن غريب إذن فالغرابة حكم بتفرد الراوي وإذا لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن قد يكون ضعيفة قد يكون غريب ضعيف غريب ضعيف إذن فالذي يهمنا أن الغرابة حكم بتفرد الراوي فقط لا يقصد به لا يقصد به غير ذلك هذا هو الذي ينبغي أن بارك إذا تفضلتم نستقبل أول مكالمة في هذه الحلقة قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مرزوق أحيان من إقليمشف شوان أحييكم وأشكركم على هذا البرنامج القيم يقول صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اتكاف عشر سنين سؤالي موجه للأستاذ الفاضل ما معنى هذا الحديث وهل هو حديث صحيح أم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الأستاذ من مشى في حاجة أخيه خير له من خير أو حديث يعني هذا الحديث الذي ذكرتم نعم من مشى في حاجة أخيه كان كمن كان كصيام شهر واعتكافه هذه هي صيغة الحديث هذه صيغة من مشى في حاجة أخيه كان كصيام شهر واعتكافه أما كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين هذا لا يعني هذا هو الأصل الحديث أصل الحديث هو هذا كان كصيام شهر واعتكافه وهو جزء من حديث طويل سئله النبي صلى الله عليه وسلم أي العباد أحب إلى الله فقال أنفعهم لعياله وأي الأعمال أفضل قال سرور تدخله على قلبي المؤمنين فذكر عني جملة من الأمور أن تفرج كربته وأن تخضي يدينه وأن تسد جوعته ثم قال ومن مشى في حاجة أخيه كان كصيام شهر واعتكافه ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له مظلمته ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام يوم القيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث حسن عند العلماء وهناك أحاديث تشاهدوا لهذا المعنى يعني منها أن الحديث الذي أخرجه المنذري وهو حديث حسن لغيره قال المسلم أخو المسلمي لا يظلمه ولا يخذله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إلى آخر الحديث معنى من مشى في حاجة أخيه هذا الحديث فيه دعوة إلى تفريج كرب المكروبين فالمسلم أخو المسلمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي دينه ويفرج كربته ويسد جوعته يعني هذا من أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يعني قضاء حاجة الناس أفضل من بعض النوافل من بعض النوافل بل يعني كما جاء في بعض الآثار أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء تقي مصارع السوء فلذلك يعني هذا العمل من الأعمال المبرورة عند الله عز وجل هو أفضل من بعض النوافل والقاعدة عندنا العظيمة تقول العمل الذي يتعدى نفعه إلى الآخر أفضل من العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه يعني العبادة المتعدية أفضل العبادة المتعدية متعدية النفع أفضل من العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبه فاشتان شتان بين يعني عابد يعني في مكان وبين من يقضي حوائج الناس وكذلك مثلا الصدقة فضيلة أستاذ الصدقة أفضل من صلاة النافلة مثلا بطبيعة الحال لأن أجرها عظيم عند الله عز وجل ويكفي في فضل هذه الصدقة قوله جل جلاله يعني مثل كمثل حبة أنبتت سبعا سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء والله واسع عليم إذن ففي هذا الحديث دعوة إلى نصة المظلومين دعوة إلى قضاء حوائج الملهوفين إذن فهذا يعتبر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ومن أفضل العبادات بل يعني القاعدة كما قلت هي كل عبادة يتعدى نفعها إلى الغير أفضل من العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها فضلت الأستاذ فيه سؤال آخر السائل الكريم يسأل عن حديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذا الحديث صحيح أستاذ الفاضل هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقل أتي الرجعة بالفتح والكسر هذا الحديث رواه الإمام أبو داول في سننه في كتاب الطلاق وسكت عنه فهو صحيح أقل درجاته أن يكون حديثا حسنا والإمام أخرجه كذلك الإمام تيميذي يعني وغيرهما الإمام تيميذي عقب عليه بقوله هذا حديث حسن غريب حديث حسن غريب مثل ما ذكرنا في المقدمة مثل ما ذكرنا يعني في السابقين فالحسن بما استجمع الراوي من صفات العدالة يعني والضبط بمعنى أن راويه خفيف الضبط هو عدل ولكنه خفيف الضبط وغريب حكم بتفردي الراوي هذا يعني أما الحديث فهو حديث حسن بالنسبة لمعنى الحديث جدهن جد وهزلهن جد ما معنى ذلك أستاذ الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته في هذا المجال إلى أن النكاح يعني والطلاق يعني الرجعة هذه الأمور ينبغي أن تنزها عن المهاترات وعن يعني العبث بطبيعة حالبية مثل هذه الأفاظ كما نصى العلماء خلاصة للكلامهم هو أن لا تكون موضع مهاترات أو ضحك أو هزل أو كذا فللزواج قدسيته في الإسلام وكذلك للطلاق قدسيته عند العلماء يعني وكذلك للرجعة إذن فلا بد من إبقاء هذه القدسية التي نص عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فلا موضع للهزل يعني في مثل هذه الأمور بارك الله فيكم أستاذ الفاضل نحر المكالمة أخرى إذا تفضلتم أستاذ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم العليا أحمد من ضواحي الصلاة أريد تبينا وتوضيحا في الحديث الشريف الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام من غداء المسجد عد الله له نزل في الجنة كلما غداء وراح وشزاكم الله خيرا وأنتم أهل الجزاء أستاذ الفاضل السائل الكريم يسأل عن حديث من غداء إلى المسجد أو راح كما قال قبل أن نجيب أستاذ الفاضل أذكر السادة المستمعين والسادة المشاهدين الكرام برقمنا الهاتفين لمن أراد أن يتواصل معنا 05-37-68-51-60 وبريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية أيروبا سنرطين نقطة فمرحبا بالجميع أستاذ الفاضل حديث من غداء إلى المسجد أو راح إلى آخر الحديث هذا الحديث حديث صحيح ولفظه من غداء إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غداء أو راح هذا الحديث رواه الشيخان متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة فهذه هي المرتبة الأولى التي تحدثنا عنها قبل قليل نعم بالنسبة لمعنى الحديث من غداء؟ ومعنى الحديث فيه الحث على شهود صلاة الجماعة والمداومة عليها وليس المقصود الوقتان على وجه الخصوص الهدوء والتبكير ثم الروح للعشي هذه دعوة إلى المداومة على جميع الصلوات الخمس وقد جاء بيان فاضلي المحافظة عليها في أحاديثة كثيرة جدا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يبشر أمته بأن المواضبة والمداومة على أداء الصلاة في جماعة يعني يترتب عنه بناء نزل أو بيت في الجنة كلما غدا أو راح كلما غدا أو راح بنى الله له نزلا أو أعد الله له نزلا غدا يوم القيامة كلما غدا أو راح يعني النزل هذا يتجدد 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 كلما غدا أو راح المقصود بالنزل النزل ها هنا الإقامة أو يعني البيت الذي يعده الله عز وجل للمتصفين بهذه الصفات الحريصين على أداء الصلوات في جماعتهم فيكفي أن فضلها كما جاء في بعض الأحاديث أن شهود صلاة الجماعة بخمس وعشرين درجة وفي بعضها بسبع وعشرين درجة إذن فهذا الفضل أولا ثم الفضل الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى يبني له هذا النزول في الجنة والبناء على قدر الباني الذي هو الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم أستاذ الكريم السائل الكريم الأخ عادل من مراكش يسأل عن أحاديث واردة في المهدي المنتظر نعم فأحاديث المهدي المنتظر يعني رواها الأئمة الكبار في تصانفهم ومن أبرز من ذكر هذه الأحاديث يعني الإمام أبو داود ذكر مجموعة من الأحاديث وترجم لهذا الأمر بقوله كتاب المهدي ثم ذكر بعده باب الملاحم وذكر مجموعة من الأحاديث يعني تتعلق بالمهدي المنتظر هذه الأحاديث إذا أردنا أن نتحدث عنها على وجه العموم والإجمال فبعضها صحيح وبعضها ضعيف والبعض الآخر يعني موضوع يدخل في خانة أخرى وهناك من العلماء يعني الإمام أبو عبد الله القرطبي ذكر في تفسيره بأن الأخبار المتواترة يعني دلت على يعني ظهور المهدي في آخر الزمان وكذلك يعني هناك من العلماء من قال بأن هذه الأحاديث مشهورة مستفيضة مشهورة مستفيضة من بين هذه الأحاديث ما روي يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم قال أحد الرواة وهو اسمه زائدة لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا يعني يوافق اسمه اسمه من أهل بيتي أو كما قال ثم قال يواطئ اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبي إذن فهو يعني يسمى محمد بن عبد الله وفي هذا رد في هذا رد على من يدعي خلاف ذلك يعني من يدعي بأنه خلاف المهدي المنتظر كما تقول الإمام يعني الإمامية لإثناء عشرية عندما يقولون بأن المهدي الموعود القائم المنتظر هو محمد بن حسن العسكري لكن هذه الرواية أرد بها العلماء صحيحة أرد بها العلماء على هذا الإدعاء ولكن هو من أهل البيت هو من أهل البيت يقول النبي صاحب يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ثم يعني ذكر بعض الأوصاف قال بأنه أجل الجبهة أقنى الأنف أجل الجبهة يعني أوضحة يعني وأوسع وأقنى الأنف أي أرفعه ثم يقول يملأ الأرض قصة وعدلا كما ملأت يعني جورا يعني ظلما وجورا في رواية أخرى يقول بأنه يمكث سبع سنين في يعني وفي رفض آخر تسع سنين إذن هذه بعض الأحاديث يعني وهي صحيحة يعني قد وردت يعني رواها الإمام أبو داود ورواها الإمام أحمد وغيرهما كلمة المنتظر هذه هل رويت في الأحاديث؟ الذي رويه هو هذا الذي قلت المهدي أنه سيخرج في آخر الزمان كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي حديث آخر هنا إلكتروني أحمد الصالحي من العرائش يسأل هل صح حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر يسأل هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث صحيح رواه يعني الإمام أبو خالي والإمام مسلم فيعني رواه الإمام مسلم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال أحد الرواة فيعني لأن الرؤي لهذا الرؤية هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال وكيع فسألت أو قال سعيد فسألت عبد الله بن عباس لما يعني فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته يعني كي لا يحرج أمته وفي رواية أخرى ترفقا بأمته يعني يصل في الدين وبطبيعة الحال هذا أصيل في ديننا الإسلامي أن الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية والآيات يعني كثيرة جدا يتحدث الحقاء هنا على أن هذا الجمع صوري ماذا يقصدون بذلك أستاذ الفاضي؟ يعني على إتحال هذا الجمع يعني هو تخفيف هو رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده وقد يعني وقد أمرنا أن نأخذ بهذه الرخص وإذا أردنا أن نبحث عن الحكم فليست كل الأحكام معللة فمن الأحكام ما يعني لا تعرف معلته ولا حكمته يتعبد لله فلذلك أفضل ما تطمئن إليه النفس أن الأمر تعبدي يعني كما هو مذهب يعني إمامنا مالك بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ نستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله علماءنا الأجلاء الأفاضل لدي سؤال أود أن أتعرف عن الحديث الذي يقول لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وأجزكم الله عنا كل خير علماءنا الأفاضل معكم مصطفى كمال إمام وخاطيب مسجد طوال عولد العباس الدروة إقليم برشيد بارك الله فيكم ونحن أيضا نحيي جميع السادة والسيدات المتواصلين معنا في هذه الحلقات خصوصا إمتنا وخطباءنا الأفاضل أستاذ الكريم لأن يحتطب أحدكم كما سأل السائل حزمة إلى آخر الحديث هل هذا حديث صحيح؟ حديث يعني لأن يحتطب أحدكم حزمة يحملها على ظهره خير له من أن يسأل رجلا أن أعطاه أو منعه وكما قال عليه السلام حديث صحيح فهذا الحديث يعني روية بألفاظ متعددة هو موجود في الصحيح يعني رواه الإمام المسلم يعني رواه البخاري وغيرهما طبعا الحال متافقون عليه إذن فهو حديث صحيح ما معنى أن يحتطب أحدكم؟ يعني هذا فيه دعوة إلى العمل وإلى شرف العمل وأن أطيب الكسب كسب الرجلي أو عمل الرجلي بيديه وإن أطيب الكسب يعني كما جاء في الحديث الآخر يعني الصحيح عن أبي هريرة يعني وعن المقدام بن معد كريب قال بأن أطيب الكسب كسب الرجلي بيده وإن نبي الله داود كان يعمل بيده بيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن ففي هذا بيان لشرف العمل وذم للسؤال في دعوة إلى التعفف أيضا دعوة إلى التعفف بل إن في حديث أنس وإن كان فيه ضعف يقول أن رجلا على عهد رسول الله سبحانه يسأل الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ فقال هذا الرجل عندنا قعب نشرب منه وكساء نجلس عليه قال ايتني بهما فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكساء وذلك القعب يعني وهو قدح فقال من يشتري هذيني بدرهم فقال أحد الصحابة أنا أشتريهما بدرهم قال من يزيد فاشتراهما قال صحابتي أنا أشتريهما بدرهميني فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدراهم وأعطاه لهذا الصحابي فقال أما أحدهما فاشتري به طعاما وانبذه إلى أهلك وأما الآخر فاشتري به قدوما ولا أرى إنك إلا بعد خمسة عشر يوم يعني فأس يعني فأمره بالاحتطاب فاحتطب يعني ذهب الرجل وعمل بوسيط رسول الله وعاد والحمد لله يعني وقد فتحها الله علي أبواب الرزقي فقال هذا خير من أن يعني يسأل الناس أعطوه أو منعوه وأن يعني السؤال لا يحل إلا لذي فقر مدقع أو ذي دم مفضع أو يعني دم موجع بمعنى أنه لا تحل نسأل إلا في هذه الحالة ضرورة القصوى عند ضرورة القصوى إذن فالإسلام ضد التسول والأعمال كيفما كانت فهي من أشرفي وأطيبي المكاسبي وخاصة عمل الإنسان بيديه وقد جاء فيها حديث كثير جدا ومنها هذا الحديث الذي هو حديث صحيح بارك الله فيكم أستاذ الفاضل الأخ أسامة من أولاد بالرحيل يسأل عن حديث من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصمة من الدجال نعم على هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف تحديد عصمة من الدجال كما في رواية البخاري وفي رواية أخرى عصمة من فتنة الدجال وفي بعض الروايات من آخر سورة الكهف من آخر سورة الكهف لكن المحفوظة كما يقول أهل الحديث المحفوظ هذه الرواية الصحيحة هي هذه الرواية أما رواية من آخر سورة الكهف هي شاذة إذن فالعمل على هذه الرواية من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال وفي بعض الأفاظ من فتنة الدجال عندما نقول الرواية شاذة يعني ذلك أنها ضعيفة عندما نقول الحديث شاذ الحديث الشاذ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه إذن فهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفته لمجموعة من الثقات فحديثه يسمى شاذ إذن فهونا تعرضت يعني الرواية الصحيحة التي هي أول عشر آيات من أول سورة الكهف فارجحناها على هذا الحديث الذي جاء فيه من آخر سورة الكهف وعلى عمود لأن فيها شذود ثم يعني وردت أحاديث أخرى يعني في فضل حفظ سورة الكهف أنه من حفظها كانت له نورا غدا يوم القيامة وعاصمة من الدجال إلى آخر ما ورد يعني من والأفضل أن يحفظها الإنسان حتى يجمع بين الأحاديث كلها وأن يعمل بمقتضاه بمقتضاه صحيح لأن هذه الآية أو هذه الصورة كمانا نصى العلماء يعني تدلك وتجعلك يعني على علم بهذا الذي سيأتي غدا يوم القيامة يدعي الألوهية الدجال ويكثر يعني تكثر الفتنة فالإنسان سيعصم بأمر الله عز وجل يعني من هذه الفتنة كما نصى العلماء بارك الله فيكم أستاذي الكريم سؤال آخر من سائل آخر إذا تفضلتم ألو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحيم صابر من دواحي الدار البيضاء أشكر كل القائمين على هذا البرنامج المفيد جدا لدي حديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فهل الحديث صحيح وما معنى التشبيه المراد به هنا وجزاكم الله خير وأنتم أهل الجزاء أستاذ الفاضل أستاذ عبد الرحيم صابر يسأل عن حديث لعنى الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال هل هذا الحديث صحيح هو حديث صحيح يعني وقد رواه لإمام مسلم وغيره يعني رواه هذا الحديث وهناك قد روي بألفاظ أخرى يقوله عن ابن عباس عن ابن عباس نعم روي عن ابن عباس وعن غيره طبيعة الحال هو حديث صحيح ففي هذا يعني نهي عن تبديل خلقة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى خلق كلا كل واحد اللي يقوم بي مهمة يعني في هذه الحياة المتشبهين في ماذا يعني المتشبهين يعني في الهيئة وفي غير ذلك إذن فعليتي حال فللرجل مهمته التي تخصه وخلقته التي خلق عليها فلا ينبغي أن يتشبه الرجل بالمرأة أو تتشبه المرأة بالرجل إذن لأن هذا فعل كما جاء في الحديث يستوجب لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني في يعني أحاديث أخرى يعني ذكر فيها مخنة الرجال والمترجلات من النساء والمتبتلين الذين لا يريدون الزواج وفي رواية يعني جاء فيها والمسافر في الفلات والبائت وحده هذا يذكرنا به حديث كنا قد سئلنا عنه عن الراكب الشيطان والراكبان الشيطان والثلاثة ركبون لكن يعني إضافة يعني البائت وحده والمسافر في الفلات يعني الحديث يعني بهذه الإضافة هو حديث ضعيف حديث الذي جاء فيه يعني هذه الإضافة هو بهذه الجزئية كما قال المحدثون هو ضعيف بقية الحديث صحيح إذن فهذا فيه نهي من رسول الله سبحانه هذا التشبه يعني تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال فكل الله سبحانه وتعالى لا تبدية لخلق الله إذن فالكل يتكامل يعني ولا يتآكل ولكن كل في مكانه وكل في مكانه وكل يقوم بدوره فطبع الحال ينبغي الإبقاء على هذه السنة سنة الله سبحانه وتعالى وعلى هذه الخلقة التي خلق عليها الإنسان بارك الله فيكم أستاذي الكريم نستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم إن كل مصطفى الخميسات لاتصرف الحديث للتنين من ترك صلاة العصري حبط عمله وشكرا لكم وأنتم على الشكر السائل الكريم من مدينة الخميسات يسأل عن من ترك صلاة العصري حبط عمله ويسأل باللغة المحلية نجيبه إن شاء الله الحديث صحيح حديث يعني من ترك صلاة العصري حبط عمله هذا حديث صحيح رواه الإمان بخاري وكذلك رواه غير الإمان بخاري فيه إضافة يعني أن أحد الصحابة وهو بوريدة بن الحصيب الأسلامي يقول كنا معص في غزوة في يوم ذي غيم فأمر بالإبكار بالتبكير بالصلاة وقال من ترك صلاة العصري فقد حبط عمله وكان بوريدة بن الحصيب الأسلامي كان يأمر يقول بكروا بالصلاة فإني سمعت رسول الله عصري يقول من ترك صلاة العصري حبط عمله إذن وخاصة أن لصلاة العصر لكن ما علاقتها بالتبكير أستاذ الفاضي يعني احتلت خرج عن وقتها احتلت خرج عن وقتها بمعنى إذا صليت في الوقت يعني الاختياري أو الاترالي فهي صلاة لكن يعني هو نهي عن تأخيرها وأن لا تصلى في وقتها وهذا بطبيعة حال يعني شابعني لهذا الحديث حادثوا كثيرة جدا وخاصة يعني العصر الذي علاها تفسير بعض العلماء أن الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين يعني هذه الصلاة ينبغي المحافظة عليها فمن فاتته يعني أو يعني تركها يعني فكأنما وطر ماله وأهله إذن فلذلك قال حابط عمله هل يقصد العمل يعني أن تحبط أعماله بشكل كلي لا ليس بشكل كلي ولكن على التي حال هو يعني مخالفة في وعيد شديد فيه وعيد شديد فيه وعيد شديد ومن تابط طاب الله عليه إذن ففيها دعوة إلى المحافظة على الصلاة في وقتها هل يعني ذلك أستاذ الفاضل يعني عندما صرح بصلاة العصر أن بقية الصلاوات ليست في هذه المستوى يعني قول الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الماعون نعم الذين هم عن صلاتهم ساهون نعم الذين هم عن صلاتهم ساهون فعبد الله بن عباس عندما تحدث عن يعني فسّر هذه الآية قال ليس يعني السهوء وهنا المقصود به أن لا يصلي بل يعني الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فقد وعد بالويل والويل كما جاء يعني في بعض التفسير هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره إذن فالمأمور يعني أن المسلم مأمور بالمحافظة على جميع الأوقات وخصة هذه يعني خصة هذا الوقت بالذات لمكانته وضرجته عند الله سبحانه وتعالى إذن هناك خطورة شديدة في التهاون خطورة شديدة يعني في التهاون يعني في الأوامر والنواي فإذا أمر الله فأمره حكم وإذا نهى عن شيء فنهيه كذلك حكم فهنا لا بد من المحافظة على الصلوات الخمس ومن ضمنها يعني هذا الوقت يعني المبارك الذي هو صلاة العصر قد يتبادر إلى ذهن بعض المشاهدين الكرام الذين كانوا معنا في بداية من بداية هذه الحلقة مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر يعني هل هذه مشروعية لتأخير الصلاة عن وقتها أستاذ الفاضل هو كما قلنا فيها تخيف وترفق ولكن هنا في صلاة العصر جاء وعد شديد وعد شديد لمن تركها ولم يصليها بالمرة في وقتها يعني أخرجها عن وقتها ولكن احتدخل يعني المغرب نحن أخرجنا صلاة الظهر عن وقتها وجمعناها مع الصلاة العصر هذه رخصة من رسول الله سلم بين صلاة الظهر والعصر بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذه رخصة والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه إذن فديننا قائم على هذا اليسر لكن المقصود يعني بهذا الحديث هو أن يؤخر الإنسان الصلاة يعني ويخرجها عن وقتها فإذا يعني أخرجها عن وقتها فالذي يترتب هو هذا الذي أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني أن عمله يحبط فلذلك يعني لا بد من الامتثال ولا بد يعني من أن لا نقع في هذا المحذوب بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ فضيلة الأستاذ إذا تفضلتم عندي حديث آخر السائل الكريم يسأل عن حديث إن يكون الشؤم ففي ثلاثة أداء عائشة رضي الله هذا الحديث يعني روي عن أمنا عائشة جاء فيه أعواه أبو داود طيالس في مسنده عن مكحول عن أمنا عائشة قال بلغها أن أبا هريرة يحدث بقوله صلى الله عليه وسلم إي يكن الشؤم ففي ثلاثة في المرأة والدار والفرس فعندما سمعت أمنا عائشة هذا الحديث يعني كما جاء يعني في الرواية قال الراوي طارت شقة منها في السماء وشقة منها في الأرض يعني شقة في الأرض وشقة في السماء كناية عن شدة غيظها فقالت يعني رحم الله أباه هريرة لم يحفظ الحديث حفظ يعني آخره ولم يحفظ أوله وبيّنت أمنا عائشة كما جاء في مسند الإمام أحمد قالت دخل أبو هريرة والنبي صعصم يقول إي يكون الشم ففي ثلاثة يعني المرأة والدار والفرس وكان قد يعني قبل قبل ذلك قال النبي صعصم كان أهل الجاهلية يقولون إي يكون الشم ففي ثلاثة في المرأة والدار والفرس ولم يسمع أول إذن فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله إذن فالسياق يستقيم عندما نذكره يعني أول الكلام كان أهل الجاهلية يقولون إن يكن الشؤم هذا هو يعني الحديث بتمامه إذن إن يكن الشؤم في ثلاث ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو حكاه عن أهل الجاهلية وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطير في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير والشؤم هو التطير الشؤم هو التطير التشاؤم يعني هو الشؤم هو التطير ويعني جاء في بعض الأحاديث لا طيارة في الإسلام إذن فالطيارة أو التطير أو التشاؤم منهي عنه في دين الإسلام إذن في الحقيقة ليس هناك شؤم لا في دار لا شؤم يعني في المرأة ولا في الدار ولا في الفرس بل إن يعني كل اليوم في المرأة وفي الدار وفي الفرس يعني فهذا الذي قد ذكره الإمام أو الذي رجحه العلماء الذين حققوا هذه الرواية ومن ضمنهم العلامة الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه يعني النفيس الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة فأمنا عائشة الصديقة بن الصديق رضي الله عنها وأرضاها يعني استدركته على مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأول من استدركت عليهم يعني أبوها أبو بكر الصديق يعني وعني عمر يعني في روايات كثيرة جدا ذكرها بدر الدين الزركش يعني في هذا الكتاب النفيس هل لأنها كانت أقربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ينبغي أن نعلم بأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت ربع الأحكام المعتعلقة بالنساء ويعني يجب أن نعلم بأن أمنا عائشة يعني كانت يعني من المكثرات من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فقيها ربانيح لا تجارة وكانت يعني تعلم من الشعر والأدبي الشيء الكثير وكان لها حظ يعني في الطبي فما شئت من علم تجدها عند أمنا عائشة فلذاك يعني كانت يعني بهذه المثابة يعني واستدركت على أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة جدا يعني ذكرها بدر الدين الزركش في كتابه الإجابة الإيرادة ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنه وأرضاها سيدنا أبو هريرة هل وصله هذا ال طبعا هذه المزيئة التي امتاز بأصحاب رسول الله أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث يرجعون إلى الحق والصواة وليس يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بل غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني ما كان فيه أحاديث كثيرة يعني خاصة ما هي أحاديث تتعلق بالبيوع والريبة أنه يعني رأى بعض الأحاديث ثم عندما بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يعني يعني يرجعون إلى الحق والصواة يعني لا يجدون في ذلك غضادة ولا أي شيء من هذا القبيل بارك الله فيكم أستاذ الفاضل في نهاية هذه الحلقة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب وطهر الله أنفاسكم وبارك فيكم أنتم رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم إفران وأستاذ التعليم العالي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس شكر الله لكم وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل مشاهدي الأكارم شكرا على تواصلكم وشكرا على تفاعلكم معنا في هذه الحلقة المباركة وإلى حلقة جديدة نذكركم برقمنا الهاتفي 05-37-68-51-60 وببريد إلكتروني دروس نقطة حديثية روباسكي سنرتين نقطة إما دمتم في رعاية الله وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة